اشتركوا في القناة الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر لنا أمورنا في ديننا ودنيانا واغفر لنا ما علمنا وما لا نعلم نحن في قوله سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقب الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم صراط الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض معنى معنى كلمة الصراط المستقيم كان والتي رحمة الله عليها كانت إلي الصراط أربع من الشعراء وأحد من السين وكيف للإنسان المرور عليه ولكن الذي يثبته على الصراط أمر إلهي واستقامته على الصراط في الحياة استقامته على الصراط في الحياة هل الكذب استقامة على صراط الله هل الغيبة استقامة على طريق الله هل النميم استقامة على صراط الله هل تعالي الإنسان على مخلوقات الله استقامة على صراط الله هل الكلمات التي تخرج من الإنسان باختياره أو بغير اختياره هل تدل على استقامة على طريق الله كل منكم يراقب نفسه هل هو على الصراط أم هو بعيد عن الصراط أنا 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 بجهل كل هذه الأمور لا أدري ما في نفسي حتى أعلم ما في نفسي الغير ولكن ولكن كل منكم له ميزان ميزان ويضع ويضع نفسه في ميزان ويعلم أن كل لفظ يخرج من فيه هو مسجل عليه وسيرى وسيرى أثار ذلك في حياته وبعد مماته فهل منكم من هو على يقيم بأن طريقه مستقيم وليس فيه خلل ولا عوجاج فمن منكم واثق من نفسه أن طريقه مستقيم لعوجاج فيه بيالحارة يرفعنا أصبع تولنشوف ما حدا من منكم يثق بنفسه أن طريقه مستقيم لعوجاج فيه بيالحارة يرفعنا أصبعته بيالحارة من يثق بنفسه أن طريقه مستقيم لعوجاج فيه يرفعنا أصبعته ما في حدا فاعلم أيها الإنسان أن الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم صراط الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض فالله سبحانه وتعالى يصنف عباده فأما الذين آمنوا آمنوا بالله واعتصموا بالله فَسَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ في رحمته فَسَيُدْخِلُهُمْ وَسَيْدُهُمْ، وَسَيْدِهِمْ وَسَيْدِهُمْ وَيَهْدِيهِمْ صراطاً مستقيمة ومن أراد فأعطى رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض أعطى الخيار للإنسان وقال له إذا أردت أن تسلك هذا الطريق فأنا بعاونك أبدلك على الطريق ومن علام علائم دلائل الله لعبده أن يدله على عبد يرضى الله عنه بعل رفيقك محافظ على مذهبه وعلى دينه وعلى ثقته بربه وعلى صلاته فإذا رفيقك تارك صلاة لعل مهما كنت أن تتأثر به بذلك يقول المثل الشعبي الرفيق الرفيق قبل الطريق قبل ما أدخل أنا أريد أن أذهب إلى المدرسة حضر لنفسك رفيق يدلك على الله أن يكون عوناً لك على طريق الله ومع كل أسف كثير من المصلين والمصليات لهم رفقاء لا يؤدون الصلاة ولا يدرون أنهم مسؤولون عنهم بين يدي الله بشر ابن الحارث الذي يطلق عليه بشر الحافي لما تعرف على طريق الله وهو حافي حرم على نفسه أن ينتعي لطيلة حياته لأن الذي دله على طريق الله كان حافياً أتبعه وهو حافي وإذا انتعل ولبس نعلاً فيكن قد خرج عن القاعدة هذا عقل إدراك هذا إيمان ولا يعرف ببشر ابن الحارث يعرف ببشر الحافي ورجل غني وسري عنده أموال وكان سهران مع من يسهر معهم عادة والطبل والمزيكة شغالين والراقصات عم يتفتلوا مبسوط الزلامين مكي مارئ رجل سمع بها البيت دق وغنى دق الباب طلعت بنتي من البيت نعم عمو قال له صاحب البيت عبد أو غير عبد قتل لأ عبد قال لو كان عبداً ما فعل ما فعل حمال حاله مش بشر قاعد بالصدر شاف الباب انفتح وشاف زلم يحكى مع البنت أنا رجل يحكي مع بنت بيتي أنا هذا لقاعد الثهرة مغنيات وراقصات قال لو ليك تعي لهون مين حكى معك قالت واحد سألني قال لي صاحب البيت عبد فقلت له عبد قال لو كان عبداً ما فعل ما فعل فتح الباب وركض ورا الزلم يحاف كم شو انت دعيت الباب قال له نعم قال له شو حكيت مع البنت قال له سألت قلت له صاحب البيت عبد قالت لي عبد قلت له لو كان عبداً ما فعل ما فعل هذا الزلم اللي ماشي بالطريق عم يقول هذا لو كان عبداً ما فعل ما فعلت على هون أعد هو وياه بالطريق قال له احكي لي مين انت وليش دعية الباب شو الدوافع قال له خشيت أن أقف بين يدي الله وأسأل لما رأيت المعصية تركتها وأهملتها فأردت أن أنقذ المعصية لكن ما بملك وسائل فأردت أن أسأل أن صاحب البيت عبد أو غير عبد فإن كان عبد فلا يمكن أن يفعل ما فعل يحكي لنا لكان كنون بدنا نصير عبيد عدولهم من الصاعة بالطريقة بيحكوا مع بعضهم قال له ارجع معي على البيت لكان ارجع معي على البيت رجعوا معه على البيت يا شباب أنا عزمت على تغيير الخط الذي أنا ماشي عليه فالذي معي أهله سهلا ولما معي مع السلام على الباب هذا أمر سهل أصدقاؤه ورفقاء العمر يقلعون من بيته لأنه غير الطريق البعض نأذوا هربوا والبعض استمروا وبقي مع الرجل الصالح حتى صار مضرب المثل بشر الحافي في التصوف والعبادة والعلم هل سلك الطريق المستقيم فأنا لا أدري ما ينقسكم الآن لا يستطيع منكم من يرفع يده ويقول أنا سلكت الطريق المستقيم هل الحفاظ على الصلوات الخمس في وقتها هل هذا صراط مستقيم ما في حد مدوم عليها هذا عار عيب وعار مجموعة تدعى أنها متدينة وتأتي إلى بيت الله لتسمع كلام الله وكلام رسول الله ولا واحد ولا واحد برفع أصبحت ويقول أنا سلكت الطريق المستقيم ما الذي ينقصنا الصراط المستقيم أن تحافظ على صلاتك في وقتها فأنت على صراط مستقيم تربط تحط بحصة تحت لسانك حتى ما يطلع من لسانك كذبة فأنت على الصراط المستقيم تحط بحصة تحت لسانك حتى ما يطلع من لسانك غيبة فأنت على الصراط المستقيم لكن ما يطلع من بينات من لا عقلة لهم مرة مشي أرعين خمشتين سنة حكيت هالعبارة بالدرس بعد أشهر بجيني إنسانة تحت لسانة مقيح فعبت تسألني ما استعمل دواء فقبل ما قلت لها شو في دواء قلت لها هذا شو سببه قال ما بعرف قلت لأي لازم تحطي بحصة تحت لسانك قال والله أنا أحط بحصة تحت لساني لكن البحصة تحت لسانها دائمة لا تنقطع فقيح تحت تلسانة فهون في رموز وهذه الرموز لا يعلمها إلا أهلها من هذه الرموز من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم هل المقصود الصيام عن الطعام والشراب بالعكس الصيام عن الطعام والشراب يعطي الإنسان حيوية أكبر إذن ما المقصود من كلمة عليه بالصوم تجعل عينك تصوم عن النظر ولسانك يصوم عن الكلام ويدك تصوم عن اللمس فهذا الصيام يعينك على طاعة الله وضع البحثة من جيب بحثة حتى تحسسان لا جعل فمك وكأن فيه بحثة لا تنطق بكلمة لا ترضي الله سبحانه وتعالى يعني فيه ناس فهمهم محدود ما بعد فلي كانت من شيء 40 سنة تحط البحثة موجودة أو غير موجودة حدا من كون بعرفة محمود الكاتب ومنذ عربتها ما سمعت منها استغابة على إنسان ما ولا بحياتها نطقت بكلمة غير صحيحة تعلمت الاستقامة وكان عمرها يمكن 12 سنة 12 14 الله أعلم وإلى الآن على خط استقامة وكثير من الذين يعرفون من هي أم حمود يذهبون إليها ليتعلموا منها مكارم الأخلاق من حيث العلم يعني إنسانة عادية يمكن أخذت كفاء أو ما أخذت بكالور يا والله أنا بنسى لكن ما المهم هنا المهم طريق الاستقامة ماذا يفعل بصاحبه بعض الشباب استدعيتهم على أساس الذي يبعث المشوار قال والله نحن ما لنشي بعد ساعة خير إن شاء الله قال نحن واعدين أم حمود نروح بشأن خاطر أم حمود نروح نشوف أبو محمود نعالجه شوية نفسيا لأنه هو تعبان الرجال من شأنها لأنها سلقت طريق الاستقامة واستقامت مع ربها فأردت أن أجعلها مثلا وهي لعن موجون منكم ليست الاستقامة كلام وأنا خجلت بحالي لما طلبت من المستقيم على طريق الله ما أستطاع إنسان يقول أنا وغدا كلنا جميع سنصل إلى قبورنا ونخرج من قبورنا ونسأل عن الاستقامة هل استقمت في حياتك وهل استقمت في حياتك أو كان الوقت يضيع سولى طريق الاستقامة قصير وطريق الاعوجاج طويل وكلنا يفرح بطريق الاعوجاج لأن فيه هوى النفس وكل إنسان وإنسانه يميل مع هوى النفس لا يحب لنفسه طريق الاستقامة التقيت مع عدد كبير من الأثرياء فوجدتهم في طريق الاستقامة نجحوا في طريق الاستقامة ما سمعت منهم من يمر على لسانه كذبة ولو فيها مرابح ملايين حكيت مع واحد منهم أنه يعني من رأى الابضاع هيك قال لي أنا ما تعلمت أن أخش إنسان على سطح الأرض لذلك أعطاني الله من الدنيا ما يزيد عني وأمل بالله أن أكون في الآخرة كما يحب ويرضى الاستقامة نحن لا نفكر بها ولماذا لجهلين كل إنسان يطلق عليه أنه مسلم مصلي كان مرة بيقرأ باليوم إهدنا الصراط المستقيم هل فكرنا يوما معنا إهدنا الصراط المستقيم أو إذن صراط نستقيم صراط من المرض الضالين آمين خاصة الفاتحة لا ندري ماذا ننطق وماذا نتكلم وماذا يخرج على ألثنتنا ولو كانت تفكر في آيات الله وفي قرآن الله وفي كلمات الله ما استطاع إنسان أن يعصي لها طرفة عين ولكن حتى إذا وقفنا بالصلاة نخطف بقلب ساه لا والذي يقف بين يدي ربه بقلب ساه لا لو أردنا أن نضعه في قائمة المصلين والمصليات لقيل أن الصلاة غير صحيحة ذكرت لكم مرة إنسان سألني بعد الصلاة صلاة العصر أنا إمام قال لي أستاذ صحي صلاتي ولا ما صحيت قلت له ما أعرف لي صحيحة أو ما صحيحة شو صام معك شكي لي قال وقف قال الله أكبر وبقي ينفكر الله أكبر وأنا أصغر الله أكبر وأنا أصغر الله أكبر وأنا أصغر حتى رأى نفسه كذرة تطير بين السماء والأرض فسمع الإمام عم يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رجع وعي على حاله شاف حاله أنه آعد بالجامع عم يصلي مع الجماعة فسألني صحيت الصلاة ولما صحيت شو رأيكم بيالحارة يلي رأيه صحيت يرفع أصبعته والله رفعوا يدي ونمناح بيالحارة صحيت ولا ما صحيت إذا صحيت يرفعه وصبيع بيالحارة أنا رح أعطيكم الحكم الصحيح أنا خلت له عيد الصلاة وقفين بعض الشباب قال يا أستاذ النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة معراج المؤمن وهذا الإنسان عرج بروحه إلى الله في صلاته قلت له صح واحد تاني قال أما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة سلة بين العبد وربه قلت له ملا قال كيف تقول أن الصلاة غير صحيحة ويجب إعادتها قلت له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل بها فالصلاة ما عقل بصلاته ولا كان واعيا على ركوع ولا على سجود ولا على قيام ولا على قراءة ولا على التسبيحات شكرا أنا أبدأ صلاة لا تعيدا برأيكم الصلاة تحتاج إلى إعادة أو لا ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل بها كل كون لما بتوقفوا بالصلاة على وعي كامل شو عم تقرأ على وعي كامل تم كون عم تحرك على وعي كامل في التسبيحات ليش بتفرخوا بين الركوع والسجود بالركوع سبحان ربي العظيم بالسجود سبحان ربي الأعلى ليش لو قلنا في الركوع سبحان ربي الأعلى وفي السجود سبحان ربي العظيم الصلاة صحيحة صحيحة ما في شيء لكن لماذا أتى هذا الترتيب قال أنت في الركوع مرتفع بدخل سبحان ربي العظيم تشعر بعظمة الله لما تضع رأسك على الأرض وتشعر بذل نفسك بين يدي ربك بدخل سبحان ربي الأعلى لتعلم أن تفرق بين العظيم وبين الأعلى أنت في أي مكان هل منكم من فكر يوما ما بسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى أيام سكين ما عرف أن يتفكر شوي بين إيدي كون إذا المباي بالإيد وأنا عملت الشاشة هيك بصير شيء هل تعلم أيها الإنسان إذا لمست الشاشة بإيدك لا يجوز لك أن تتناول طعاما بيدك حتى تغسلها موعيانين سكرانين الشيخي هاي منين جبتها والله كل عنا هيك نحنا منين جبتنا ياها لا صدقني بما أقول الشاشعة تفرز الكترونات والألكترونات عم تتعرض إلى الهواء الألكترونات مغذاية بالساحة المغناطيسية وبالحرارة لما عم تتعرض للجو الغبرة اللي عم تلزأ عليها عم تحترق عم تصير السودع الشيخي ما الذي اكتشفت ما الذي كلها الآن أنت دارس الكترونات ماذا دارس 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 واتبع أقل من قليل لا تصدقني لا يوجد أحد لا يوجد تلفزيون أو كمبيوتر ترك الكمبيوتر ثلاث أيام ومساك محرمة بيضة من ورق ومساح الشاشة شو بيصيد لون المحرمة سودة الغبار بعد ما احترق الساحة المنطيسية لا أطل علي على البلور ما عاد يروح إلا بالمسح وكل شاشة وكل شاشة خلفه في أنوار لمسها عليه ماد سام قد تصيب صاحب بالأمراض وهو لا يدري سكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله جديد فالذين هم الآن في صلاتهم سكارا وفي الطريق المستقيم سكارا غدا سينتبهون إن الهداية للصراط المستقيم تتضمن الشفاء هون الشفاء ممن الأمراض الظاهرة التي يعلمها الأطباء من الأمراض من الضلال والإضلال الضلال يضيع على الإنسان ساعات طوال هو يقلب بهالأنترنت لا يشوف شو فيه عنده بالأنترنت مرات بتقلبوا بالأنترنت بتفكروا انتهينا لهون ما بتلاولها طلع صبعات دينة رد بتقلبوا ورد بتلاعكم صبعات جديدة صح الكلام من أين إجت هاي الأنترنت متدخرها الموبا خبايما بتاعها خبايب الأنترنت لما بتبتح الأنترنت يعطيك ياهم بالتدريج وحدة وراء وحدة مرئ وحدة يطالع لك الثانية مرئ الثانية يطالع الثالث مرئ الثالث يطالع الرابعة هذا درس عملي لمين إلا إيشو هذا الدرس العملي هذا قال لي تعلم أيها الإنسان أن أخلاقك الخيرة كيف تأتيك بالتدريج والأخلاق والأخلاق السيئة كيف تتبعك بالتدريج الآن كل منا يسجل عليه في الأنترنت حسنات سيئات لكن ما نوجد إلى الآن جهاد يكشف للإنسان حال حسناته وسيئاته إلى الآن العالم عاجز أن يأتي بهذه شسر فالله سبحانه وتعالى كتم على الخلق محاثنهم ومساويهم كتمها وادخرها عنده ويخرجها لأصحابها يوم يقفون بين يديه يطالع لكم مكرا أنت يا أخونا كام كذبة كذبة بالشهر التالت من السنة 2016 أنا ما كذبة ولا كذبة طيب بالتاني أنا ما كذبة ولا كذبة بالشهر التالت لأنه 2016 الشهر التالت للثمان وجد نحن نبقى 2016 هلأ ما هي لما 17 16 إذن ما كذبة ولا كذبة لسه لأنه الثمان وجد أما الشهر الأول الشهر الأول عم يتسجل عليك المسجل صوت صورة وغدا بالشهر التالت رح يطالعوا لك الأضبار تبعك وأرجوك كما وصف الله سبحانه وتعالى بقوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حثيبا معنى الكتاب في شاشة التلفزيون في الشاشة الحائطية يعني شاشة السينما ارتفاعها يمكن مترين مترين ونصف عرضا لتمتار ونصف بكرة هي الشاشة بتنعرض قدامك والكمبيوتر بأرجيك صورتك بالمكان الذي كذبت به وبالمكان الذي اغتبت به وأنت مع الناس الذين تتذاكر معهم بالغيبة عن ذيل وعمر تراها أمامك هل تستطيع أن تقول هذا ليس بصوتي هل تستطيع أن تقول أنا ما قلت هذا الكلام وعلي أنا الآن علي الآن يسجل كل حركة أنا بتحركها بينكم وأنا مرات بحط على التلفزيون أو على الكمبيوتر بتفرج على حركاتي باستغرب من حالي أنا شنون هي قعب ساوي أحصاه الله ونسوه نسيانين ما عاد فيش وعامين لكن عند الله كله بتنجل عليكم ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد السلام رضي الله عنهما الصراط المستقيم الإسلام والإسلام بداية من الصلاة والصلاة على رسول الله وكل كلمة تصدر عن فمك تسجل لك وعليك ورأي لي ابن مسعود رضي الله عنه الصراط المستقيم هو القرآن الكريم هل قرأنا القرآن وهل علمنا ما بالقرآن ذكر لي أحد الأشخاص قال لي أنا صرت قارئ في مئة وخمسين ختمة تقول لي آي الله يهنيك قال لي والله كل ما بدأت بسورة بشعر كأنني أقرأها أول مرة في حياته قارئة مئة وخمسين مرة كل ما قرأها بشعر كأنني أقرأها لأول مرة في حياته وكأني لم أعيها من قبل وفي كل مرة يتجدد لي معاني جديدة كيف القرآن ما مرت علي من قبل فأنا بحكي مع حالي ما أنا كنت سكران وأتقرأت أول مرة عجائب القرآن كل ما تلوت القرآن يأتيك بمعاني جديدة لم تطرع على فكرك من قبل القرآن مصحف صغير يعني من حمله من دور فيه المصحف فيه علوم الله والله وصف لنا في كتابه أن الدنيا كلها أشجار وأشجارها أقلام وبحار الدنيا حبر ومعها سبعة أبحر والأخلام تكتب ما نفيدت كلمات الله والذي يقرأ القرآن ليعيما بالقرآن ما ممكن أن يقرأ آية ويمر عليها ثانية إلا ويرى بها معنى جديد وهذه من عظمة الله في القرآن وقال سهل بن عبد الله الصراط هو طريق السنة والجماعة ولا ريب أن كل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علماً وعملاً هو معرفة الحق وتقديمه على غيره فهذا هو الصراط المستقيم من منكم فكر أن يعمل بعد أن علم ومعنى الاستقامة لغة الاعتدال والاستواء يقال استقام له الأمر أي اعتدل ومن ذلك ما ورد في الحديث الشريف بشأن الاستفاء في الصلاة وهو قوله صلى الله عليه وسلم تستوي تسوية الصفوف من إقامة الصلاة مين منكم بكتب بالقلم في قلم مع وج لو أردنا نجيب أصب عوجة ونكتب فيها بتكتب بتكتب شون مانع لكن ما بيقبل الخطات يمسك أصب عوجة ويكتب فيها إلا تكون جانسي لتعلم أن كل ما تكتبه إن لم يكن مستقيما فقلمك يدلك على الاستقام فهل فكرت بالاستقامة في حياتك أيها الإنسان وهل علمت أنك ستنقل على خشبة مستقيمة الميت يحملوه على خشبة لينة لما مستقيمة ستنقل أيها الإنسان على خشبة مستقيمة وتوضع في قبر مستقيم لعوجاجة فيه فتعلم من هنا الاستقامة الاستقامة عين الكرامة تسوية الصفوف من إقامة الصلاة معنى معنى الإقامة لا الله أكبر الله أكبر لا أن تكون الصلاة مقومة وكلمة الاستقامة مشتقة من مادة القيام أي المحافظة والملازمة والثبات والاستمرار من أهل الكتاب أمة قائمة أي جماعة ثابتة على الدين متمثكة به وين هن؟ هلأ بيجيكم سؤال حضروا حالكم وين هن؟ قال تعالى في شأن المؤمنين ويقيمون الصلاة أن يديمون الصلاة ولا تكون الصلاة صلاة إلا في وقتها وقال حكيم بن حزام عن نفسه ما يعتو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخر إلا قائما أي لا موت إلا مستقيما لا أموت إلا مستقيما ثابتا على الإسلام متمسكا به منذ بايع رسول الله وانتقل من الكفر إلى الإيمان قال على هذا حتى يلقى الله من منكم يستطيع الآن أن يبايع رسول الله هل المبايع تحتاج إلى حضور الطرفين واحد بده يبيع بيت والتاني بده يشتري فعن توقيع العقد يواقع البايع ولا الشاري المكلف حقيقة البايع الشاري توقيع وجوده كالعدم فحضروا حالكم إلى التوقيع إنكم أنتم بدكن اتبيعوا كل عمل لا يرضي الله اتبيعوا إلى الهوى وتقبلون على عمل يرضي الله وكل مننا أنا إذا أعدت ببيتي متوضي متوجه إلى الخبلة قلت له يا سيدي يا رسول الله أنا أبايعك على أن أكون كهذا الصحابي مستقيما على طريق الله حتى ألقى الله هل تعتقدون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن اسمعني إذا عليه الصلاة والسلام يقول إذا سلم علي أحدكم فيرد الله علي روحي فأرد عليه السلام فإذا عهدت النبي وإذا كان عهدك مع الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يأتيك إلى بيتك وإلى خلوتك وإلى مصلاك فقل فقل له يا رب أعاهدك من الآن حتى ألقاك لا كذبة ولا غيبة ولا نميمة إلا أن ألقاك وأنت راض عني معنى الاستقامة في القرآن الكريم هي الإقامة على الإسلام والدوام على هدي الله تعالى وهي تتعلق بالأقوال والأفعال كلام لحاله ما مش حاله فالاستقامة والأفعال والنيات فالاستقامة هي روح تحيا بها الأحوال وأساس الاستقامة هو الاهتداء إلى طريق الله سبحانه وتعالى والإيمان به وإفراده بالعبودية والاستجارة به بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني وآذتني دنوبي ما لها من غافر إلا كدنيا غرّتني غرّتني وعفوك غرّني ما حيلتي في هذه أوزاك ولو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك يا مدرك الأبصار ومعصي الأبصار لا تدرى له ولا كنها أدراك أتراك عين العيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك إن لم تكن عيني تراك فإني في كل شيء أستبين علاك فأهل الاستقامة استقاموا على محبة الله ورسوله وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة أستاذ أستاذ الله إن شاء الله بيكون مطلع درسكن استبتل قادم هذه الأبيات هذه الصاحب هذه الأبيات إبراهيم بديوي أظن حاجة تقولي اليوم وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين أنا كنت متوقع أعملكم درس عشر دقائق ترجمة نانسي قنقر